السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في الأجندة زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأيام القليلة الماضية دولة باكستان واستقبل هناك استقبالا حافلا على المستوى الرسمي استقبال لفت انتباه وسائل الإعلام والمحللين السياسيين الذين كثفوا حديثهم عن دلالات هذه الزيارة وغيرها من الزيارات السابقة في ظل التغيرات الجيوستراتيجية في المنطقة ما الذي يبحث عنه الرئيس أردوغان في باكستان ولماذا تعد العلاقة التركية الباكستانية ذات أهمية خاصة لنا نحن الشعوب العربية التي تعاني من اضطهاد حكامها وكيف يمكن أن نستفيد من هذه العلاقة نحن اليمنيين على وجه الخصوص هذا ما سنحاول الاقترب منه في هذه الحلقة فكونوا معنا ما زلنا في هذا البرنامج نتلمس طريق النجاح وأسباب الخلاص من الفخ الذي وقعنا فيه بإرادتنا نحن اليمنيون الفخ الذي نصبته لنا الشقيقة الكوبرى وأختها الحي الركطاء دولة أبوظبي ولا يبدو في الأفق أي بوادر للخلاص لأن الدائرة المحلية الداخلية مغلقة والدائرة الخارجية الشبه مغلقة أيضا وقد يكون هذا الانغلاق هو المؤشر الوحيد على اكتراب الفرج إذا ما أخذنا بالمثل الذي يقول اشتدي يا أزمة تنفرجي لكن السؤال يقول من أين يمكن أن تنفرج الأزمة هل ستنفرج من خلال عوامل داخلية محلية أم من خلال عوامل خارجية هي في النهاية لابد ما تنفرج في يوم من الأيام لكن من فين إذا كانت ستنفرج بعوامل من الداخل فهل سيحدث ذلك عبر انتصار أحد أطراف الصراع أم عبر مصالحة من نوع ما هذا كل وارد لكن لا يبدو في الأفق كما قلت أي بوادر للحل من الداخل لأن انتصار أحد الأطراف وحسما المعركة حسما نهائيا ليس واردا والمصالحة أيضا ليست واردة لأن الجارة الكبرى وحلف الثورة المضادة لا يريدون أي خيار من هذه الخيارات التي توصل اليمن إلى حالة من الاستقرار المشهد المحلي يقول أن فترة حكم علي عبدالله صالح لم تترك شيئا صالحا للاستعمال في اليمن لا الناس ولا الأحزاب ولا القوى السياسية ولا منظومة القيم والأخلاق الاجتماعية ولا العقل يعني فترة علي عبدالله صالح حطمت كل شيء دمرت كل شيء بدليل هذا القبح الذي يطغى على كل شيء في حياتنا السقوط الخيانة العجز النكاية والنفاق كل هذه السمات البارزة في المشهد المحلي كل هذا المظاهر الخراب والقصور التي نشاهدها اليوم هي أثر من آثار الفترة التي حكم فيها النظام علي عبدالله صالح هذه مسألة مهمة يجب التنبيه لها حتى نفهم من أين يأتي الخراب حتى تفهم الأجيانة وعلى الأقل أبناءنا اللي بيشوفون اليوم يعرفون من بجي الخراب الخراب لا يأتي بين يوم وليلة ولا في سنة ولا في سنتين بسبب حدث عابر لفترة زمنية قصيرة مثل الثورة خراب الأمم يأتي من الفترات الطويلة لحكم الاستبداد والفساد هذا اللي بيحاولوا تجاهلوا جماعة النظام السابق وجماعة الثورة المضادة مع أن هذه بدهية بدهية لا تحتاج لتأكيد إلا عندنا في اليمن الخراب الكبير هذا ابن فترة حكم مستبد وفترة فساد طويلة إذن لا يبدو أن الانفراجة ستأتي من الداخل المحل اليمني ما دام أن الضبع الإمامي متمسك بفريسته وغير مستعد للتراجع أو التنازل وما دام أن الثعلب الإقليمي لا يريد لليمن أن تستكر في هذه الحالة لم يعد لنا كيمنيين إلا أن نعول على العوامل الخارجية التي قد تغير من شروط اللعبة في الداخل نحن مثل الناس المسجونين داخل البيت والباب مغلق من خارج منتظرين واحد يفكه من خارج البيت أقصد بالعوامل الخارجية أحداث كبيرة في المنطقة أو تحالفات كبيرة فيها تضغط على أنظمة الثورة المضادة وتحديدا نظام آل سعود وتدفع لتغيير استراتيجية في اليمن تهديدات كبيرة مثلا تحيط بنظام آل سعود تخليه يعيد التفكير في استراتيجية تجاه اليمن أو على الأكل تضعف قبضة على اليمن لكي تستعيد القوى اليمنية قوتها وتنظم صفوفها وتخوض معركة كبيرة معركة الجمهورية بشكل صحيح وحاسم الدكائق الكادمة ستحاول الإجابة على سؤال ما العوامل الخارجية التي كانت تؤثر على سياسة النظام السعودي تجاه اليمن طبعا لن نتطرق لكل العوامل ولن نتحدث عنها بشكل مفصل لكن هنحاول نكترب من عامل واحد فقط اللي هو عامل العلاقات التركية الباكستانية أو فكرة تشكيل تكتل إسلامي ممكن يضغط على القرار السعودي النظام السعودي ومعه حلف الفجار العربي المعروف يخوض حروبا شرسة ضد عدد من الشعوب العربية وعدد من الأنظمة في الشرق الأوسط حرب مع الشعوب العربية التي ثارت على أنظمتها الحاكمة من أجل تغيير واكعها السيء وحرب مع الأنظمة التي دعمت هذه الشعوب أو أيدت هذه الثورات ولكي ينتصر النظام السعودي وحلف الفجار في هذه المعركة قدم تنازلات سياسية ورشاوة مالية ضخمة لكل من أمريكا وإسرائيل والهند وروسيا وغيرها من الدول لكي ترضى هذه الدول عن سياساته ومن حسن حظ النظام السعودي أن هذه الدول نفسها لديها نفس الموقف من ثورات الشعوب العربية ومن مشاريع النهوض العربي أو النهوض الإسلامي كلها نفس الموقف السعودي إسرائيل، أمريكا، الغرب عموما لا يرغبون في خروج المجتمعات العربية من تحت قبضتهم وقبضة وكلائهم المحليين كل هذه الدول ومعها الصين وروسيا والهند لا يرغبون في ظهور الكتلة السياسية الدولية تجمع مسلمية العالم تحت مظلة واحدة كما قلت من قبل وشرحنا أسباب هذا الكلام وشواهده في حلقات ماضية وهكذا التقت الرغبة، رغبة هذه الدول مع رغبة المملكة السعودية وحلف الفجار العربي وكل هذه الدول تنسك فيما بينها في ملفات مختلفة من ملف سوريا إلى ملف ليبيا إلى ملف اليمن إلى ملف كاشمير وغيرها من الملفات الساخنة في العالم الإسلامي فقط هذه كل الملفات الساخنة موجودة في العالم العربي والإسلامي أصبحت هذه الدول جبهة واحدة ضد تطلعات الشعوب العربية والإسلامية وحقوقها وليس هناك سوى دولة واحدة كبيرة في الشرق الأوسط لها رأي مختلف في هذه الملفات جميعا هي تركيا هذا اللي خلانا نمهد بالكلام الطويلة اللي بنعيده كل مرة إذا ما استثنينا باكستان العاجزة وإيران التي تقوم بدور مزدوج لخدمة نفسها وخدمة الأجندة الصهيونية في المنطقة إذا ما استثنينا هذه الدول ما فيش غير تركيا فقط هي الدولة الوحيدة في الإقليم التي تسبح حكس التيار الصهيوني أو التيار الثورات المضادة أو التيار الرافض لظهور كتلة إسلامية قوية أو شعوب حرة إيران كما قلت دولة لا يعول عليها لأنها شاركت في وعد الثورات الربيع العربي من خلال المشاركة في إجهاض الثورات العربية كما قلت وتحويل دول الربيع العربي إلى ساحات للاحتراب الطائفي وباكستان دولة ضعيفة اقتصادها الضعيف يجعلها عاجزة أمام تخذ أي سياسة خارجية إيجابية وتركيا من ثم هي الدولة التي تخوض معها السعودية ويخوض معها حلف الفجار المعركة الآن تركيا فقط حتى أن حلف الفجار هذا نفسه يصطفى الآن مع عدوه التقليدي إيران في معركة واحدة ضد تركيا في سوريا الآن مصطفين مع بعض السعودية مع الإمارات مع إيران في صف واحد ضد تركيا وكأن حلف الفجار العربي هذا يقول مشروع تركيا الديمقراطي أخطر علينا من مشروع إيران المذهبي لأن المذهبية داء يفتت الشعوب على المطة الطويل يعني أما الديمقراطية فمصيبة تطيح بالكراسي والأنظمة وهم يخافون على كراسيهم مش خايفين على الشعوب ومقدرات الشعوب هذه هي فلسفة الأنظمة الاستبدادية التي تحكمون الآن ومن ثم فإن تركيا ومن يكف مع تركيا هي الفاعل الدولي الوحيد الآن الذي يعمل عكس الأجندة السعودية في المنطقة تركيا ومعها كطر ومعها قوى الشعوب العربية هذا الكلام طبعاً بيسبب حساسية لبعض العرب اللي فقدوا البوصلة ومن حقنا أن نعول على هذا الفاعل من حقنا أن نعول على هذا الفاعل الدولي لتغيير شروط اللعبة في المنطقة بما يحكد مصالحنا كشعوب الطهنة لكن السؤال إلى أي مدى هذا ممكن إلى أي مدى بإمكان تركيا أن تغير في الخارطة الجيوستراتيجية وفي الشروط اللعبة في المنطقة وهل هو معقول؟ هذا ما سنناكشه أيضاً في الدقائق القادمة قبل أن أخوض في السيناريوهات المتاحة أمام تركيا لخلط أوراك المملكة السعودية أو حلف الفجار العربي دعوني أتوقف عند حقيقة لهكيمتها في هذا الموضوع حقيقة نتجاهل الحديث عنها نتجاهل ذكرها دائماً خشية أن يقال إننا نطبل النظام التركي أو نسترزق منه كما يقول أصحاب التهم المعلبة الجاهزة لكل من يخالف رأيهم أو لكل من يهدد مصالحهم الحزبية والطائفية والصغيرة أقول من بين السمات السلبية في الشخصية اليمنية النمطية عندنا شخصية نمطية في اليمن كذا عدم الجدية من سماتها عدم الجدية الذي يراكم النقاش بين اليمنيين في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام يلحظ هذه الظهرة بوضوح يلحظ أن الغالبية غير جادة في ما تقول يعني مجرد كلام للنكاية بالخصم أو تحسين الموقف الذاتي بغض النظر عن قيمة الكلام ذاته في ميزان العلم والحق هل هو الكلام للقيمة ولا ملوش قيمة لا يراعون هذا الجانب لدينا قدرة على مغالطة الذات كبيرة هذه الفئة من الناس الفئة النمطية في اليمن التي لا تلقي بالا لكلامها المهمة تكون كلام وتهم على الآخرين في سبيل إثبات الذات وفي سبيل نفي الآخر لكن نحن ما نتوقفش كثيرا أمام هذه الفئة الحقيقة التي أردت التأكيد عليها بخصوص تركيا هي أن النظام التركي الحالي لا ينطلق في سياساته الخارجية من مبدأ المصلحة البحتة مراعاة مصلحة تركيا فقط حتى لو تعرضت هذه المصلحة مع القيمة الأخلاقية التي يؤمن بها النظام لا تركيا طبعا مثل أي دولة تبحث عن مصالحها بالطبع لكن ما يميز النظام التركي في سياساته الخارجية عن غيره من الأنظمة التي نعرفها الآن هو أنه يرأي جانب القيم الأخلاقية كثيرا في سلوكه السياسي وهذا أمر واضح يمكن إثباته بسهولة ويسر يعني إحنا ممكن نضع مثال واحد يحرج الطائفة اللي بتعتقد أنه كل من دافع عن سلوكه النظام التركي يعتبر مرتزك أو يعتبر موالي للنظام التركي مثال واحد ممكن يحرجهم وهو مثال منطقي لو أراد النظام التركي مصلحته الخاصة فقط ومصلحة تركيا فقط لاختار طريقا آخر غير الطريقة اللي هم أشي فيه لمشى فيه ركب التيار الدولي أو التيار الأمريكي بلا صح يعني كان بإمكانه النظام التركي أن يمد يده للأنظمة العربية الملطخة بالدم في المنطقة النظام السعودي إلى النظام الإماراتي إلى النظام المصري إلى النظام بشار الأسد نفسه كان بإمكانه أن يقيم علاكات جيدة مع إسرائيل وأمريكا جميع هذه الأطراف تتمنى لو أن النظام التركي تعاون معها في ملفات المنطقة النظام السعودي يتمنى ذلك النظام الإماراتي يتمنى ذلك النظام المصري سعى مرارا لذلك كان بإمكانه لو كان أرد أردوغان مصلحة الخاصة أو مصلحة حزب العدالة والتنمية أو مصلحة تركيا فقط دون النظر إلى القيم الأخلاقية في الملفات هذه كان حيمد يدل لهذه الأنظمة مش يروح يتعاون مع الطرف المهزوم المغلوب ما الذي سيستفيد منه لا شيء لكنه يرفض ذلك ويتحمل في سبيل ذلك أعباء كثيرة يتحمل في سبيل ذلك نتائج خطيرة في سبيل هذا الموقف قد تطيح بمستقبله في نهاية المطاف قد تطيح بمستقبل حزب العدالة والتنمية نفسه النظام التركي يخسر كثيرا بسبب مواكفه المناهضة لسياسات حلف الفجار العربي وسياسات الدول الاستعمارية الطامعة في ثروات المنطقة وشعوبها بسبب موقفه المبدئي هذا حاولوا تدبير انقلاب عسكري عليه في 2016 وبسبب هذا الموقف المبدئي الأخلاقي أيضا خسر رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى ومن المتوقع أن يخسر الانتخابات القادمة أيضا في 2022 أو 2023 لأن في شريحة واسعة من الأتراك لا ترغب في هذه السياسة التي تراعي الكيمة الأخلاقية على حساب المصالح طريحة كبيرة من الأتراك بتقول لك مصالح ما علاقتنا بالكيمة الأخلاقية نحن مش مؤسسة خيرية يعني ما علاقتنا بالسوريين خلوا السوريين يصطفلوا مع بعضهم لماذا نستقبلهم ونمنحهم هذه المليارات من الدولارات مؤسسة راند الأمريكية البحثية اللي بتزود القرار الأمريكي بالمعطيات بالنصائح نشرت قبل أسابيع تقريرا تتنبأ فيه كما تقول بأن النظام التركي سيتعرض لمحاولة انكلاب عسكري أخرى خلال فترة قريبة كل هذه المخاطر يتحملها النظام التركي لماذا؟ بسبب موقفه المبدئي والأخلاقي من ملفات المنطقة يعني ننكر هذه الحكائق بس عشان ما يزعلوش أصحابنا اللي فقدوا البوصلة ننكر هذه الحكائق علشان جماعة اليسار ولا الشمال ما يزعلوش طفهم جماعة الشمال ايش نسوي له؟ كان بإمكان النظام التركي أن يكسب بالمفهوم المادي للكسب لو أنه مشى مع القطيع لو أنه مشى مع التيار هذه نقطة نقولها للتاريخ فقط وعلشان نرضي ضميرنا وقيمنا الأخلاقية إذا كان الجماعة مش قادرين يستحملوها قلنا أن النظام التركي هو النظام الإقليمي الوحيد هو النظام السياسي الوحيد في الإقليم الذي يبشي عكس التيار الصيوني العربي في المنطقة واضح بدليل الغضب يعني موقف إسرائيل منه وتعاونها مع حزب البككة المناهض للنظام التركي وبدليل خذلان أمريكا له في الصراع الجاري ومن ثب فهو الفاعل الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في خلط الأوراق على التيار الصيوني العربي الآن في تيار صيوني عربي يعني يضم دول الثورة المضادة مع إسرائيل صاروا حبايب الآن سمن على عسل مشروع واحد ومشروع مترابط مصيريا يعني مصير إسرائيل من مصير السعودية ومصير النظام المصري من مصير الإسرائيل ومصير الإمارات من مصير الجميع هذول في تحالف الآن مصيري بين الحلف هذا تركيا خارج هذا التحالف مع أن لديها علاقات كديمة مع كدولة يعني مش كنظام حزب العدالة كدولة لديها علاقات كديمة مع إسرائيل ومع ذلك الخلاف بينها وبين إسرائيل على شدة وهذا بالتأكيد سيصب في مصلحة الشعوب العربية المختطفة لدى هذا التيار لدى حلف الفجار لكن تركيا بمفردها وفي ظل التعقيدات التي تحيط بها لن يكون لها تأثير كبير ما لم تصبح جزءا من تحالف دولي ما لم تبحث عن تحالف من نوع ما أو على الأكل تحصل على دولة توأم تكون سنة كوي لها مثل باكستان احنا كنا في حلقة ماضية تحدثنا عن رغبة النظام التركي في إقامة تكتل دولي إسلامي يضم دول إسلامية كثيرا مثل باكستان وماليزيا واندونوسيا ولا نريد أن نعيد الكلام فيه الآن إنما أريد أن ألفت الانتباء إلى نقطة محددة ومهمة في هذا الموضوع هي أن باكستان هي نوات أي مشروع من هذا النوع قادم باكستان تمثل حليف استراتيجي مهب جدا لتركيا سواء في إطار تكتل إسلامي واسع أو في إطار علاقة توأمة ثنائية بين باكستان وتركيا باكستان هي الجناح الثاني لطائر إسلامي قوي جدا في المنطقة متكون من تركيا وباكستان يعني هذه الأهمية تعود لثلاثة أسباب على الأقل أهمية باكستان في هذا التحالف السبب الأول هو قوتها الديمقرافية عدد سكان يبلغ حوالي 200 مليون نسمة 200 مليون نسمة يعني ضعف عدد سكان تركيا تقريبا هذا السبب الأول السبب الثاني لكون باكستان دولة نووية وهذا عنصر فارق ومهم بل هو العنصر الأساس في حقيقة الأمر وهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي وثالثا سبب الثالث لموقعها الاستراتيجي بين الصين والخليج العربي طريق الحرير بالإضافة طبعا إلى أن المكونات المذهبية في باكستان تتشابه كثيرا مع المكونات المذهبية في تركيا اللي هو التصوف السني غالب هناك وهناك وهذه كلها عوامل تجعلها في نظر تركيا حليف مثالي مهم لو لا نقطة ضعف واحدة موجودة في باكستان هي نقطة ضعف شديدة هذه النقطة هي اقتصاد باكستان الضعيف يعني تصبح حب باكستان في هذه الحالة على أي تحالف باكستان من حيث الاقتصاد والتنمية دولة ضعيفة إلى حد كبير يعني ثلث ناتجها القومي يذهب لسداد الديون مبلغ هائل نسبة كبيرة يعني ثلثة ناتجة القومي لباكستان يذهب لسداد الديون وربما يذهب الثلثة الثاني الاحتياجات اللوجستية للجيش والتسليح حجم الودائق من العملة الصعبة من الدولار في بنوكب باكستان لا تتجاوز ثمانية مليار دولار وهذا مبلغ تافه بالنسبة لدولة بحجم باكستان هذا مبلغ ممكن يملك التاجر واحد ثري في العالم وضعف الاقتصاد يؤدي طبعا إلى ضعف الدولة على كل المستويات ويصبح قرارها السياسي مرتهن لحاجاتها الاقتصادية للداعمين الدوليين أمثال المملكة السعودية التي ساندت باكستان لعقود طويلة في الفترة الماضية لكن العلاقات الباكستانية السعودية في الفترة الأخيرة تشهد فتور واضح في مقابل تعاون متزايد بين باكستان وتركيا لأنه في خذلان متبادل بين باكستان والسعودية السعودية تريد دول تابع لا تريد دول ذات قرار مستقل السعودية تشتيت تقول لباكستان تعالي تجي على طول دون أن تراعي مصالح باكستان مثلا أو حساسية علاقتها بإيران مثلا الإيرانيون يريدون علاقات متوازنة من الواضح أن لدى القيادة الباكستانية رغبة في التكارب مع تركيا لولا المخاوف من ردات فعل النظام السعودي الذي يهدد بسحب ودائعه من البنوكة الباكستانية وترحيل العمالة الباكستانية من السعودية وهذا بيضر باكستان وبيأذيها أذى شديد هذه ستصبح نتائج كارثية بالنسبة لباكستان هنا يأتي دور تركيا الافتراضي لمساعدة باكستان في الخروج من هذا المضيق يعني إذا كان هناك شيء تقدم التركيا لباكستان فهو محاولة إخراجها من حالة الضعف الاقتصادي والتنموي التي هي فيه إذن فليس أمام التوأمة التركية الباكستانية إذا صح التعبير سوى عقدة واحدة كبيرة هي ضعف الاقتصاد الباكستاني الذي يجعلها مرتهنا للكرار السعودي تحديدا وإلا كل الشروط الأخرى توفرت الرغبة بين الطرفين توفرت في تشكيل تكتل إسلامي قوي باكستان أيضا تريد هذا التكتل في ضوء صراعها مع الهند إذا لم تحل هذه المشكلة إذا ما حلت هذه المشكلة سنكون على موعد مع تحالف دولي إسلامي قوي تكون نواتا هي العلاقة التركية الباكستانية قد يضم إليه بقية الدول الإسلامية مع قطر دولة عربية وربما تدخل الكويت الباب مفتوح وقد يتجه التحالف إلى تحالف مع الصين إذا ما تم تسوية ملف الإيكور وهذا هو المطلوب المفروض أن تركيا تقوم بدور في تسوية هذا الملف يعني وتهديئة روع الصين من ناحية وأيضا رسال رسالة للإيغوريين بأن أفكار الانفصال هذه ما لهاش داعي ولا لها جدوى في الظروف الدولية الراهنة خاصة وأن الصين بحاجة باكستاني يعني الصين ممكن تستجيب لأي تحالف مع باكستان لأنها بحاجة باكستان وتركيا أيضا الصين بحاجة إليها في مشروع طريق الحرير باكستان والصين ضمن مشروع طريق الحرير الصيني باكستان وتركيا عفوا وهذا التحالف الباكستاني التركي إذا كام سيكون وبالا على السعودية حتى لو لم يعلن العداء للسعودية وباكستان ما زالت تحتفظ بعلاقات جيدة مع السعودية إلى الآن لكن هي تريد أن تنوع في علاقاتها الاستراتيجية وتريد أن يكون علاقتها مع تركيا علاقة أكوى لأنه كما قلت دولتان إسلاميتان متشابهتان وليس فيهما من يبتز الطرف يبتز الطرف الآخر كما تفعل السعودية وسيكون ظهير قوي هذا التكتل للشعوب العربية والإسلامية المضطهدة لو وجدت وهنا يأتي التحدي أمام النظام التركي كما قلت التحدي المتمثل في مساعدة باكستان لوجستيا على تجاوز المعضلة الاقتصادية المعضلة التنموية وتحرير قرارها الدولي والحقيقة هذا الأمر ليس على عاتق تركيا فقط ممكن يكون أكثر من بلد إسلامي مثل ماليزيا أيضا وأندونيسيا ممكن يسوه هذا ليس مستحيلا إذا قررت الدولتان ومعهما دول أخرى مثل قطر وماليزيا وأندونيسيا إذا قررت هذه الدول فعل شيء لن يكون مستحيل يعني في مقابل نقطة الضعف الباكستانية هناك نقطة ضعف تركية هي عدم امتلاك تركيا للسلاح النووي ولا شك أن لدى تركيا رغبة في الحصول على السلاح النووي خاصة بعد أن تعرضت لابتزاز شديد من قبل روسيا والأمريكان في الفترة الأخيرة السلاح النووي هو الذي سيوقف البلطجة الروسية عند حدها ويحمي تركيا من مخاطر التفتيت لأنه فيه طبعا تهديدات بتفكيك تركيا والأعتراك يدركون ذلك لكن هذا الطرح يحتاج إلى وقت طويل مسألة تكتل الإسلامي الكبير هذا يحتاج إلى وقت طويل وتركيا تواجه في الوقت الرهن تحديات قريبة ومن ثم ليس أمامها على المدى القصير سواء تتكامل مع باكستان تحديدا في إطار تحالف يصل إلى حد التوأمة كما قلت وليس مجرد تحالف تكليدي يعني مش كومن وولف بسيط مطلوب تحالف مصيري يربط مصير الدولتين ببعضهما ويصبح فيه السلاح النووي سلاحا للدولتين معا والمصلحة الاستراتيجية العليا لباكستان تحتاج لمثل هذا التحالف أيضا كما قلت في مواجهة دولة معادية بحجم الهد على حدودها أصبح إنكاذ باكستان من ضعفها الاقتصادي مطلب ملح لأي تكتل إسلامي قادم مقترح كل ما تحتاجه باكستان الآن من قبل دول مثل تركيا وماليزيا وأندونيسيا مثلا وغيرها من الدول كل ما تحتاجه هو البدء في مشروع نهضوي كبير على غرار مشروع مارشال الأمريكي لنفذت أمريكا في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية مشروع اقتصادي ضخم نهض بأوروبا بعد أن دمرت مدنها ومصانعها يعني باكستان لديها أكثر من فرصة لتحصين اقتصادها في المستقبل أول هذه الفرص هو مشروعها المشترك مع الصين الصين وقطر في ميناء جوادر المطلة على البحر العربي هذا اللي ضمن مشروع الحرير الصيني تكلمنا عنه من قبل سيضخ هذا المشروع في الخزينة الباكستانية مليارات الدولارات كما شرحنا في حلقة ماضية هذه فرصة ومع ذلك فإن مشروع مارشال مجازا مشروع مارشال التركي الكطري الماليزي في باكستان هو أفضل الفرص اللي ممكن تخلص باكستان من معضلتها التنموية والاقتصادية إذا وجدت الإرادة الاقتصادية ممكن يشوفوا لحل يعني برنامج متوسط المدى وطويل المدى لإنكاذ الاقتصاد التركي أو لتحريكه يعني العملية محتاجة إرادة سياسية فقط وهو مشروع هذا مشروع سيستفيد منه الجميع مش فقط باكستان ولن يخسر فيه أحد لو حدث هذا التكامل بين كل من تركيا وباكستان بحيث تعوض كل دولة نقصة أخرى وتستفيد من خبرتها سنكون على موعد مع نواة قوية لتحالف إسلامي دولي يحقق أكثر من فائدة للشعوب العربية يعني أولاً وبالتأكيد سيحد من أطمع إيران التوسعية في المنطقة لأنه إيران ما تطمعش في المنطقة العربية فقط حتى في باكستان بتطمع لديها أطمع حتى في باكستان تريد تشييع باكستان خاصة وأن إيران تقع جغرافياً بين تركيا وباكستان لها أطمع يعني في كل المنطقة هذه هذا أولاً هذا التكتل أيضاً إذا لم تدخل فيه إيران يعني هذا التكتل الإسلامي أو على الأكل هذا التحالف الباكستاني التركي سيخدمنا ثانياً سيحد من عبث حكام السعودية وعبوظبي وغرفة الثورات المضادة بشكل عام كما أنه هذا التحالف سيحد من بلطجة روسيا في سوريا وليبيا لمجرد أنها تمتلك سلاح نووي روسيا جاية تتبلطج في المنطقة وتتحدى وتبتز تركيا فقط لأنه عندها سلاح نووي وتركيا ما عندها سلاح نووي لو حصل تكامل مع باكستان سيصبح هذا السلاح هو سلاح تركيا وساعتها الدب الروسي سيتأدب وحيتصرف بأدب المهم بالنسبة لنا نحن اليمنيين هو وجود كتلة سياسية إسلامية غير متوافقة مع النظامين السعودي والإماراتي هذا بالنسبة لنا أمر مهم إن شاء الله حتى تطلع دولة من البحر تختلف مع السعودي هذا في صالحنا لأن وجود هذه القتلة سيخلق فرص كثيرة لنا كيمنين للتحرر من قبضة السعودية علينا بعد عقود طويلة من هيمنة النظام السعودي المارك على الإقليم بشكل عام وعلى اليمنيين بشكل خاص على اليمن بشكل خاص يعني إحنا في اليمن وقعنا ضحية ضحية جوارنا لهذه الدولة الطاغية العابثة الحاكدة المغرورة خمسين سنة وهي تعمل على عركلة نهوضنا وتسهم في تمزيكنا وفي إضعافنا وفي تفتيتنا وها هي اليوم تتفنن في إذلالنا وفي تدمير حاضرنا ومستقبلنا ونحن عاجزون عن لملمة قوانا في مواجهتها للأسف الشديد بسبب القوى المحلية التافعة التي لدينا لدينا نخبة من المتعلمين والمثقفين والشباب نخبة طاهرة ومع ذلك ركام من التفاهة في اليمن سيكون من مصلحتنا أن تظهر في المنطقة دولة قوية أو تحالف إقليمي مناهض لهذه الدولة الماركة سيكون هذا من مصلحتنا علينا أن نتذكر أنه لو لا مصر عبد الناصر السيتينيات لما تمكننا من إقامة جمهوريتنا ولما انتصرنا على الإمامة ولولا إيران الخميني ما تمكن الحوثي من إعادة الإمامة تاريخنا نحن في اليمن يعني القديم يقول لولا الفرس ما تمكننا من طرط الأحباش يعني بمعنى أننا كنا دائما في اليمن مختلف القوى بحاجة مساعدة أكليميا لمواجهة مشكلة محلية الجمهوريون احتاجوا إلى عبد الناصر ومصر عبد الناصر الإماميون نحتاجه إلى إيران الآن إيران الخميني زمان سيف ابن ذيزن احتاج للفرس يعني لسوء حظنا اليوم نحن اليوم اليمنيين لأول مرة يمكن في التاريخ ليس لدينا سند إقليمي ليس لدينا سند إقليمي يمكن أن نعول عليه في مواجهة العبث السعودي والإماراتي بنا يعني نحن لما نعول على دور تركي أو إسلامي هذا لا يعني أننا ننتظر مساعدة مباشرة من هذه الدول من تركيا أو من باكستان وإنما أعني أنه مجرد وجود هذه دول قوية مثل باكستان وتركيا أو تحالف باكستان تركيا أو تحالف إسلامي واسع مجرد وجود هذه الكتل سيخلق فرص كثيرة للتحرر من هيمنة السعودية وعبثها أصحاب السياسة يفهموا ما معنى تخلق فرص لنا أن نتخيل مثلا لو أن باكستان كانت دولة ذات اقتصاد قوي بحيث لا تخضع لابتزاز دولة مثل السعودية أو تهديد دولة مثل الإمارات على حدود الإمارات الحدود البحرية كريمة منها لنا أن نتخيل ذلك لو أنها كانت دولة قوية مثل تركيا مثلا بما لديها من سلاح نووي هل كان دور باكستان في المنطقة سيكون راكد كما هو الآن؟ بالتأكيد لا لو كانت باكستان يعني قوية اقتصاديا بنفس قوة تركيا على الأكل أكيد بالتأكيد كان حيكون لها كلام ثاني في المنطقة على الدورة الإماراتية والدورة السعودي أنه الإمارات والسعودية الآن دخلوا في تحالف مع الهند ضد باكستان يعني في ملف كشمير على الأقل خذلوها في ملف كشمير يعني هل كان يكون رد باكستان أو دورها السياسي الخارجي راكد بالتأكيد لا كان ممكن نحن في اليمن نستفيد منه لو كانت دولة قوية إذن قوة دولة مثل باكستان في مصلحتنا وهي بالمناسبة دولة مطلة على بحر العرب يعني بيننا وبينها حدود دولية بحرية إحنا دول مطلة على بحر العرب ما هيش باكستان بعيدة يعني بشكل كبير ويمكننا أن نتخيل إسهاما باكستانيا تركيا عبر هذه الحدود البحرية لأنه لما قدرنا للأسف في حدود سيئة بجوار الشقيقة الكوبرا طبعا كذلك يمكننا أن نتخيل دور باكستاني تركي في الضغط على السعودية من خلال ملفات عديدة هناك ملفات كثيرة ممكن أن يلعب فيها تحالف السعودية التركية باكستان ملف منظمة المؤتمر الإسلامي ملف تدويل الإشراف على مكة ملفات كثيرة بعضها يتعلق بزعامة المجتمع الإسلامي وبعضها يتعلق بفكرة الإشراف الإسلامي على المقدسات الإسلامية التي كانت يطرحها إيران أو يطرحها الكذافي والأكيد أن السعودية بعد ثورات الربيع العربي الآن هي في أسوأ حالاتها التاريخية وإنبدأت قوية لأنه أصبحت السعودية الآن دولا منعونة في نظر الأغلبية الشعبية والعربية والإسلامية وهربت من مشاكلها إلى تحالف مع إسرائيل أصبحت هي الآن مثل إسرائيل لا يمكنها البقاء بدون الحماية الأمريكية والدول التي تعول على الخارج في بقائها لا يمكن أن يدوم بقائها أو بقاؤها إلا قليلا إلى هنا انتهت حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر